بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعد وبعد فهذه قراءة لأرجوزة مسرح الأفكار بسيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم من نظم العلمة ماء العينين الشنقيطي المتوفسة 1376 من نجرة النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله ونفعنا بعلمه آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمد وأشكر على إنعامه عز وجل وعلا ومن أجله علينا جعله لنا من أمة العديم شكله محمد سبب إيجاد الوراء من شرع الدين وزان السيرة صلى وسلم عليه الله ما استعذب الذكر اسمه لأفواه هذا وذا نظم وجيز نشتمل بالضبط من سيرته على جمل في بعض ما حدث في سنيه وفي جدوده وفي بنيه طلبه مني صديق لي أجل وما جواب الأصدقاء إلا أجل وأسأل الله به نيل الثواب وأخذ منهاج الرشاد والصواب نسبه صلى الله عليه وسلم نسبه الذي بلا اشتباه هو محمد رسول الله ولد عبد الله نجل عبدي مطلب بن هاشيم بن عبدي منافن بن بن كلاب أيقصي وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي ولدي غالب سليل فهري ولدي مالك سليل النظري ابن كنانة بيوت البركة ابن خزيمة سليل مدركة ولدي إلياس سليل مضرى ابن نزار بن معد الكبرى ولدي عدنان وبعد لا يعي ما دون إبراهيم إلا مدعي وباتفاق أخرج الخليل من ابن الذبح إسماعيل والأم آمنة ذات الحسب ابنة وهب تلتقي في النسب به لدى كلاب ابن مرة من ابن جد أبيها زهرة أما قريش فبن النظر ويا طوبال شعب منه خير الأنبياء صلى عليه من به شرف وبالإضافة لأعرفهم ميلاده وبعثه وتزويج صلى الله عليه وسلم بخديجة بنته والد وأولاده من رضي الله عنه ولد في مكة خير مرسلي صلى الله عليه وسلم في عشر واثنتين ربيع الأول ليلة الاثنين وأي ليلة كليلة الميلاد في الدار التي ملكها بإرثه لها النبي ثم تعطاها عقيل ابن أبي والخيزران بيته الذي ولد فيه بنته حين حجت مسجد وإذ أتم أربعين عاما مستوطنا بلده الحرام نزل جبرائيل بالوحي عليه من ربه فقام داعيا إليه أول من صدقه خديجة إذ ريئ ما رامت له تزويجة نكحها قبل الرسالة وهي ابنة أربعين وهو ابن كهي بعد أبي هالة التميم خلفا لابن عابد المخزوم منها بنوه قاسم وطيب وطاهر كذا البنات زينب رقية وأم كلثوم وفاطمة أصغر بنات المصطفى وكلهن كبرت أما البنون فجاءهم وهم صغار المنون نكح زينب أبو العاصي ولد خالتها نجل الربيع وولد من أمامة التي الهاد على عاتقي وهو يصلي حملا نكحها من بعد فاطمة عن وصية منها له أبو الحسن وأيضا نوصى بن كاحها علي من بعدي المغيرة ابن نوفلي وولدت قبل أمامة غلام يدعى علي أمات قبل الاحتلام وأسلمت زينب ثم هاجرت وزمن الفتح وفات هاجرت وبلتين بعدها تأهل ابن أبي لهب الذي نزل في شأنه تبت يدا أبي لهب فطلقهما لذلك السبب ثم تزوج رقية ولد عفان عثمان وإياها افتقد أيام بدر وغلاما وهبا سمي عبد الله مات في الصباب وبزواج أم كلثوم حاضي من بعد أختها ولما يحفظ منكح ابنتين قبله لذاك ذنورين صار اسما له وعنده كانت وفاتها لدى طيبة أيضا في حياة أحمد صلى الله عليه وسلم وأفضل النساء كل نلبتوا الفاطمة الزهراء بضعة الرسول صلى الله عليه وسلم زوج الله عليا فنزل جبريل بالأمر بذاك فامتثل مع رضا علي النبي وكيف لا يرضى بذا علي وأنجبت بسيدي شباب أهل الجنان لأبي تراب الحسن الحسين أصلي عقبي طهى وهكذا علو المنصبين مع زينب وأم كلثوم كذا رقية محسن وذيوذة متى صغيرين وللزهراء لم يأتي كما يأتي إلى النساء دم نكح عبد الله نجل جعفر زينب بنت عميل وضنفر وبعلي وبطون بعده جاءت وجاءت الوفاة عنده وأم كلثوم تزوج عمر فولدت زينب فولدت زيدا ومات في الصغر وأم كلثوم تزوج عمر فولدت زيدا ومات في الصغر ونكهت من بعد موت عمري محمدا وعولا ابني جعفري ومات كل منهما وهي لديه ثم لعبد الله بعد أخوي زفت وماتت عنده في آني مع ابنها من عمر الربان بالمصطفى الزهراء بعد موته أول لاحق من أهل بيته وعدها بذا فعاشت بعد ستة أشهر فحان الوعاد وكان عام واحد وأربع ميلادها من مولد الهادي الأمين وقيل قبل بعثه وقع عام كانت قريش تبتني البيت الحرام وعندما للثقلين بعثا عليه أزكى الصلوات لبثا يدعو سنينه الثلاثة الأولى سرا للإيمان إلى أن نزلا فاصدع بما تمر جهرة صدع فدمى الحق الضلال وصدع وأول الرجال إيمانا به صاحب الصديق خير صحبه وقبل آمن به علي لكنه حينئذ صبي وإذ أتى جبريل خير مرسل جاءت بورقة ابن نوفلي ابنة عمي خديجة وكان شيخا ومن دين النصارى بمكان فقالت اسمع منه ما يقول وإذ به حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره بكونينا موسى وهو الذي كان يجيء موسى عليه السلام وسنتين عاش بعد البعثة ورقة ومات في الثالثة وهو مؤمن وفيها ابن عمر أولد من بالدين والعلم اشتهر بعض شؤوني صلى الله عليه وسلم بعد البعثة إلى الهجرة وحيث شاع أمر طاها وانتشر وصوبت إليه أعين البشر صلى الله عليه وسلم وامتلأت مهابة منه السدور وظهرت إليه آية الظهور واضع نادا مشرك أم القرى فحاولوا أن يفصموا تلك النور وما ذروا جهالة وحمقا الأنفصام لعراه الوثقى صلى الله عليه وسلم وإذ رأى إمام الأنبياء مبالغوا فيه من الإيذاء أذن في الهجرة نحو الحبشة للصحب خيفة البغاة الفحشا فهاجر البعض وبعض الحنفى في دار الأرقام بها الهاد اختفى صلى الله عليه وسلم شهرا وأسلم بها على أثر إسلام حمزة أبو حفص عمر وبين إسلاميهما أيام ثلاثة فأظهر الإسلام وإذ رأى الكفار عز أحمد صلى الله عليه وسلم بما من الصحب به له هدا أجمع حزبهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم فمنعته بحمية أبي طالب نال هاشم والمطالب واجتمعوا في شعبهم وإذ كتب بمنتدى مكة في صحيفة وعلقت في الكعبة الشريفة بمنتدى مكة في صحيفة وعلقت في الكعبة الشريفة ألا يعاشر ولا يناكح ولا يبايع ولا يصالح أو يسلم محمدا مكترث ذو القرابة بفعل الخبثة وبعد عامين وأشهر سعى وبعد عامين وأشهر سعى في نقضها قوم ولما وقع تبينت معجزة المشفع صلى الله عليه وسلم في كون الأرضة بها لم تدعي غير اسم ربي تعالى واسمه صلى الله عليه وسلم وكان قبل قال ذا لعمه فخرجوا الشعب وذا في عامه عشرة من مبعث اتهامه صلى الله عليه وسلم وبعد ذا بستة شهور وقع موت عامه المذكور وبعض الأعلام حكى أمن أبى طالبين اسلام وجلهم أبى وبليال بعد موته ثلاث ماتت خديجة سعيدة الإناث وإذا عليهم النبي حزن سمي بعام الحزن عام دفن وولد العباس عم المصطفى في الشعب عبد الله جد الخلفاء وبعد أن ماتت خديجة الأمين عقد عائشة أم المؤمنين بنت أبي بكر وقبلها نكح سودة بنت زمعة على الأصح من بعد نجل عمها السكراني وهي أسن نسوة العدناني صلى الله عليه وسلم وماتت آخر خلافة عمر وفي وفاتها روايات أخر ومبتدى إسلام لنصار ظهر من بعثة النبي في الحادي عشر ثم به أسري للرحمن من بيته أو بيت أم هاني بالعام بعد وعلى السراج فرضت الصلاة في المعراج وبيعة العقبة التي اشتهر حديثها عام ثلاثة عشر وقع عقدها مع الأنصاري طوبى لهم بنصرة المختار صلى الله عليه ربنا ما أكرمه نفسا وما أرأفه وأرحمه صلى الله عليه وسلم هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إذ كان من السنين في مبدأ الأربع والخمسين إلى المدينة وفي الهجرة من قبل إليها للصحابة أذن فهاجروا إذا كما عدا أبا بكر أقام في انتظار المجتبا صلى الله عليه وسلم حتى تطاه بالامطلاق لطيبة الأمر من الخلاق صلى الله عليه وسلم وذاك بعد أن تمال من كفر أن يخرجوا إليه خمسة نفر ليضربوا من شعوب الحمس ضربة واحد بأيد خمس فانطلقا ودخلا في الغار وحجبا عن أعين الكفار وقد تطلبوهما فثبتا فيه لياليا ثلاثا فأتا ابن الأوريق طيل الاستعداد بناقتيهما على معادي فمضي به دليلا ماهرا وأردف مولى العتيق عامرا ابن فغيرة ليخدمهما وإذ سراقة تيمماهما وإذ سراقة تيمماهما سخد به فرسوا حتى رجع عما نواه فنجى مما وقع وأخذ الأمان من خير العرب صلى الله عليه وسلم ثم تعالهم رد أرسال الطلب وإذ بأم معبد في الرحلة مروا ألف وعند الشاتة التي خلف الجهد عن الشياه مسح ضرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأروت الجميع في أواني وامتلأت من رسلها الأواني ثم لقوا على طريق طابة طلحة والزبير في عصابا من الصحاب فكستهم الصحاب من أبيض اللباس أحسن ثياب وإذ أطل أهل دار الهجرة طاها تلقوه بظهر الحرة طاها تلقوه بظهر الحرة في شهره المولود فيه فعد ذات اليمين به حتى نزل حي بني عمر بن عوف وهم أهل قباء وهني ألوم أسلهم على التقى مسجدهم وبضع عشرة أقام عندهم وعندهم لحقه علي وعندهم لحقه علي وعندهم لحقه علي وكان قد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في المطبوع زيادة على غلط وعندهم لحقه علي وكان قد خلفه النبي صلى الله عليه وسلم فراشه فباه على فراشه فباه الله على هذه هنا على فراشه فباه الله به الملائكة أن أفداه وبعده بالبلد الحرام ثوى ثلاثة من الأيام لكي يؤدي إلى الناس الوداء على اللواتي أو دعوها أحمدا صلى الله عليه وسلم صلى عليه الله ما أجلما أولاه من أمانة وسلم ثم تاب المدينة الغراء نزل إذ رحل من قباء وكان في دار أبي أيوب نزوله بشرى له وطوبى صلى الله عليه وسلم بعض حوادث السنة الأولى من الهجرة في سنة الهجرة طاه المسجد صلى الله عليه وسلم بنى وفيها ابن الزبيري ولد وكان الإخاء من المختار وكان لخاء من المختار ويحرر في المخطوط وكان لي خاء في المضوع غلط وكان لي خاء من المختار صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار وبعث حمزة ألسي في البحر وبعث حمزة ألسي في البحر أول بعث نحو أهل الكفر وأنس بن مالك فيها شرع في خدمة الهادي ونعم ما صنع صلى الله عليه وسلم والذيب فيها قد تكلم معه وصليت فيها صلاة الجمعة وابن زرارة النقيب أسعد مات وعالم اليهودي ولد سلام نسلم كذا سلمان فيها وفيها شرع الأذان ودخل النبي بابنة أبي بكر وكانت بنت تسعي حقبي فيها ولم ينكح سواها بكرا واصف علمها يحير الفكرا صلى الله عليه وسلم وكان في الخمسين والثمانين ماتها من هجرة عدناني صلى الله عليه وسلم بعض حواده السنة الثانية من الهجرة سنة ثنتين غزاها دي الصراط صلى الله عليه وسلم غزوة لبواء وغزوة أبواط ثم العشيرة وبدرة ثم العشيرة وبدرة الصغرى فيها كذا وقعت بدر الكبرى وقين قاع والسويق وكتب فيها صيام رمضان وطلب صيام عاشراء فيها قبلة وحولت للبيت فيها القبلة وشرعت فيها زكاة الفطر والمال والأضحاة يوم النحر وسنة الصلاة في العيدين ونكح الزهراء أبو السبطين فيها وفيها المصطفى كناه صلى الله عليه وسلم أبا تراب حب ذاكناه وموت عثمان بن مضعون قدر فيها كذا رقية كما ذكر بعض حوادث السنة الثالثة من الهجرة في سنة الثلاث نحو وطفان ونحو بحرانة والد وزوتان وحود كانت وحمراء الأسد فيها وفيها خير أبناء معد صلى الله عليه وسلم بعد خنيس نكح ابنة عمر حفصة من برد الله أمر أحمد اذ طلقها وقال صوامة قوامة تعالى وبنت ستين قضت في سنة إحدى وأربعين ثم بابنتي خزيمة على الأصح زينبي أم المساكين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابن جحش وعبيدة قبيل أخيه نجل حارث وهو الطفيل فيها وعنده ثوت شهرين ثم توفيت وذنورين تزويجه بأم كلثوم وقع والحسن الصبت من الزهر سطع فيها وخمسون من الأيام بين ميلادي وبين حملها الحسين وكعب بن الأشرف اليهود بعث فيها سيد الوجود صلى الله عليه وسلم لقتله محمد بن مسلم لعصبة من قومه فاخترم بعض حوادث السنة الرابعة من الهجرة سنة أربع غزى أفضل داع صلى الله عليه وسلم بن النظير وكذا ذات الرقاع بدر الأخيرة سرية الرجيع بأرمعونة جرى فيها الجميع كذا صلاة الخوف فيها شرعت والخمر فيها في الصحيح منعت وزيدون بن ثابت تعلم كتابة اليهود كي يترجم بينهم مع النبي ورجم صلى الله عليه وسلم في هذا ويزناهم خير الأمم صلى الله عليه وسلم هلد الحسين وانقضى أمد جدته فاطمة بنت أسد جدته فاطمة بنت أسد فيها وقبرها النبي الطجع صلى الله عليه وسلم فيها ولم يضمها ووقع موت أبي سلمة وهمدو زوجته بنت سويل بعد نكحها فيها نبي الرحمة وهي المكنات بأم نكحها فيها نبي الرحمة وهي المكنات بأم سلمة وسنة ستين جاء أهل يقين بنت ثمانين وأربع سنين بعض حوادث سنة الخامسة من هجرة غازة جاء دومة الجندل والخندق خير المرسلين وقبل صلى الله عليه وسلم بني قريضة ونحو موضع الأحيان والغابة والمريسع سنة خمس والتيمم شرع والحج والحجاب فيها ومنع فيها من ادخال رحمن الأضاح فوق ثلاث ثم في الشيء المبعد خلال الترخيص فيه بعد ومات فيها ابن معاذ سعد وطاح عن فرسي الأمين صلى الله عليه وسلم وجرحت فخده اليمين وجرحت فخده اليمين صلى الله عليه وسلم وخمسة في بيته أقام وهو يصل قاعدا إماما وخسف البدر وفي المدينة وخسف البدر وفي المدينة وقعت الزلزلة المتينة وكان ما أثار صاحب عمر جهجاه إذ لاح سنان بن وبر وقصة بن جابر وفكو سلمان من إرقاقه والإفكو سلمان من إرقاقه والإفكو بأمر عائشة ذات التبرية بها وبنت حارث جويرية بها تزوج النبي بعد صلى الله عليه وسلم مسافع فيها وعنها أدى ما كتبت به وعطق حزبها وقع من أجل زواجه بها ودفنت في الست والخمسين وهي بنت الخمس والستين وزوج الله تعالى المجتبى صلى الله عليه وسلم من بعد زيد بنت جحس زينبى من بعد زيد بنت جحس زينبى فيها وماتت سنة العشرين ويبنت الثلاث والخمسين وكانت أسرع نساء أحمد صلى الله عليه وسلم به لحوقا فهي أطول يدا بعض حوادث السادسة بن إجرى صلح الحديبية في غزاتها صلح الحديبية في غزاتها وبيعة الرضوان من غزاتها وقع في سادسة السنين وبعث كرز للعرينين فيها وبعث ابن عتيك لأبي رافع المؤذي سنام العربي صلى الله عليه وسلم فاغتاله ونزل الظهار وحرمت في قول العقار الخمر فيها وصل قدوة الصفوف صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء والكسوف وعقد ابنة أبي سفيان وزار قبر أمه وكان ممات والدة عائشة أم رمان نعمة البنية والم بعض حوادث السادس السابعة من هجرة غزوة خيبر وعمرة القضى سنة سبع كانتا وعرضا فيها اتخاذ خاتم للخاتم صلى الله عليه وسلم فيها اتخاذ خاتم للخاتم للخاتم يختم كدب سادة الأعاجم محمد سطر رسول سطر الله سطر نقشه والسحر فيها لبيد للنبي عمل صلى الله عليه وسلم سمت الشات اليهودية له والشمس ردت بدعاء أحمده صلى الله عليه وسلم والشمس ردت بدعاء أحمده بعد الغروب لعلي واهتدى بوه ريرة وفيها المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية بن تحويين اصطفى كانت لدى ابن مشكة من فابن الرابع وهو بها عروس إذ جاء الشفية صلى الله عليه وسلم أمهرها بعدقها خير الأنام صلى الله عليه وسنة الخمسين وفها الحمام كذابنا ببنت صخر رملة أم حبيبة وكانت قبله عند عبيد الله حتى صارى أعاذنا الله من النصارى وماتت ازادت على السبعين سنة أربع وأربعين ثم ببنت حارث ميمونة آخر من نكح من مصونة بعد أبيره من تزوج وفي إحدى وخمسين قضت بسرفين وأمها هندو وكانت أكرم عجائز العربي أصهرا كما ترا فهم أحمد جعفر علي حمزة عباس أبو بكر الجليم أبيدة الطفيل والمجدع فالتسعة الكرام ثم أجمعوا بعض حوايث الثامنة من إجراء غزا غزاة الفتح هادي الثقلين صلى الله عليه وسلم وغزوة الطائف من بعد حنين في سنة الثمان والبعث إلى مؤتة أرسل وفيها قتل زيد وجعفر وعبد الله وكان فيها بعث سيف الله للصنام العزة وعمر لسوع والأشهلية لمنات كي تضاع وأسلام ابن طلحة وعمر وخالد وعروة وصخر وابن أبي جال كذا حكيم ولأبي القاسم إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولد من مارية وصنع من بنيه فيها وحن الجذع ولابنة الصديق فيها سودة ليلتها أعطت لتبقى عنده بعض حوادث السنة التاسعة من الهجرة تدعى تبوك بغزاة العسرة ووقعت في التسع بعد الهجرة تدعى تبوك بغزاة العسرة ووقعت في التسع بعد الهجرة وكان من تتابع الوفود للمصطفى ما ليس بالمحدود صلى الله عليه وسلم وهم نهات المؤمنين خيرا فيها وإياه النشار نهجرا وحج بالناس العتيق وتلا فيها براءة علي في الملأ ومسجد الضرار خربا وكان عويمر وخولة ذوي لعان ورجم من زنا بها العسيف فيها وفيها أسلامت ثقيف وابن مهلهل وكعب الذرب والموت فيها بالنجاشي نشب وأم كلثوم ابنة المختار صلى وسلم عليه البارين بعض حوادث السنة العشرة من الهجرة سنة عشر حجات الوداعي كانت والإسلام طويل الباعي ومات إبراهيم فيها وقبل قبائل اليمن فيها ابن جبل والأشعر يا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأسلام ابن حاتم عدي ونزلت آية الاستئذان واليوم أكملت على العدنان صلى الله عليه وسلم للبقاء فقبض بعد تمام العشر عمد حجرتي بنت أبي بكر بدار الهجرة في ثالث الوسطى بشهر مولده ويومه ورمسه في مسجده وعمره عليه أسنى الصلوات وعمره عليه أسنى الصلوات ستون تتلوها ثلاث سنوات صلى الله عليه وسلم تتمة في ذكر خلفائي صلى الله عليه وسلم الرشيدين رضي الله عنهم وإذ دع الله وإذ دع الله حبيبه إليه فزاره صلى وسلم عليه قام بإشمع صحابة الشفيع لأجل ما فهمه منه الجميع بعد أبو بكر بعبء الأمر ابن أبي قحافة بن عمري سليل كعب النجل سعدي ولدي سليل كعب النجل سعدي ولدي تيم بن مرة وبن مؤيدي صلى الله عليه وسلم هناك يلتقي وأحسن قيام بالأمر بعد أحمد الصديق وعاش عامين وربع عام بعد وعشرة من الأيام وعمره كعمره ولثمان بقينا من جماد الأخرة كان مماته عام ثلاثة عشر ودفنوه خلف سيد البشر صلى الله عليه وسلم وبوصاة ابن أبي قحافة قل لي بعد عمر الخلافة والده الخطاب وهو يعزى إلى نفيل نجل عبد العزى ابن رياح زعماء راطي سليل عبد الله نجل قرطي ابن رزاح ابن عدي ولدي كعب وفيه يلتقي بأحمد صلى الله عليه وسلم وقط لم يأخذوا في الله ملام وقتل سلاخ ذي الحجة عام عشرين مع ثلاثة وعمره وعمر أبي بكر وخلف قبره عمر أبي بكر وخلف قبره وعشرة الأعوام عاشا وهو وال وعشرة الأعوام عاشا وهو وال ونصف عام وثماني ليال ونفر الشورى بلمرة الوهو وله عثمان بن عفان وهو ابن أبي العاصي أبي النفسي ابن أمية بن عبد شمسي ابن أبي جد أبي المختاري صلى الله عليه وسلم عبد مناف مجمع الفخاري ولم يأمل حاشا عن المحجة وقتل العاشر من ذي الحجة ولم يأمل حاشا عن المحجة وقتل العاشر من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وقد عاش اثنتين وثمانين فقد وهو الإمام في سنين عشر وسنتين غير ثلثين شهر واجتمع الأعيان من صحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد وبايعوا عليه ابن أبي طالب ابن أكرم الناس عقب جد رسول الله عبد المطالب صلى الله عليه وسلم وبحقيقات الشريعة عمل وفي افتتاح العشرة الوسطى من رمضان وله وهو الإمام خمسة أعوام سوى ربع عام وذاك في سنة أربعين وعمر الثلاث والستين وبعده بايع من هم قاما بالعقد والحل ابن أسهبط الحسن وقام بالأمور أحسن قيام ستة أشهر وذلك تمام سن الخلافة الثلاثين التي بقدرها حدث هاد الملة صلى الله عليه وسلم فسلم الأمر إلى ابن صخري فكان بالسبط اجتماع أمري فئتي الإسلام فئتي الإسلام بعدما افترق فئتي الإسلام بعدما افترق كما بذا إخبار جده سبق صلى الله عليه والآل الصلاة والسلام ونسأل الله به حسن الختام الله ما صلى الله وسلم وبرك على نبي محمد بعدد خلقك ورد نفسك وذا تعرشكم دلك المدك إليه نجيم وكل ضيقين فأنت إله ونمولى الجميع وعبلي في المدية المستقرة ثم دفنا في البقية وفي اللي والي والدائي والمشايخ المسلمين وبلائتنا في الدنيا حسنا وفي الأخيرة حسنا وقلنا عذبنا من أسألك من كل خير سألك من عبدك وعبدك من أسألك من جنة ومقرب الله من قولنا وعبدك من أسألك من كل خير خزائنه بيدك وعبدك من شر كل ذي شر أن تأخذ بنصيتي يا رب العالمين ضم رحمني رحمة لا تعذبني بعدها أبدا ورضى عني رضا لا تسخط علي بعده أبدا يا رب العالمين وصلي وسلم وبرك على النبينا محمد الأمين وعلى آله واصحابه أجمعين